السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد ازيكم حبيب يوميات أسرة على قد الإيد يا رب تكونوا كلكم بخير النهاردة بأمر الله أم أحمد عملة سنية بطاطس بالسمك البولتي من غير ألية خالص وزي ما حضرتك شايفة كده البطاطس مستوية وكان طعمها جميل بجد والسمك معانا ما شاء الله أحسن من المقلي كمان وما فيش غير الدهان الزيت بس يعني ربع كوباية زيت اللي دهاننا بها أو استخدمناها في الصينية دي كلها أول حاجة معانا طبعا السمك بتاعنا بنكون غسلينه بملح كويس ودعكينه بالدقيق وشاطفينه وحطينه في محلول لمون يعني عطينه حقه في الغسيل معانا طوم علشان خاطر نحشي بطن السمك ومعانا ملح وفلفل أصمر وكمون وكسبرة نشفة بنقلب كل ده مع الخل بعد ما بنحط الخل بنحط كمان عصير لمونة كبيرة كل الحاجات دي بتدي تطعيمة جميلة لبطن السمكة وتخليها طعمها حلو ومتتبلة معانا كويس بنمسك بقى السمك كده بنملاه بالطوم اللي معانا والحاجات اللي قلنا عليها الملح وفلفل أصمر وكمون وكسبرة نشفة طبعا كل دي حاجات بتدينا طعم جميل في قلب السمكة وانت بتكليها كده بيبقى طعمها حلو بنحط بقى كويس ونملك جناب نمرر كده التدبيلة على الجناب كلها أيوا نمشيها كده بقدينا علشان ما تبقاش الحتة اللي في النص بس اللي عند الشوكة هي اللي فيها التدبيلة أيوا بنطلع كده بالطوم من فوق وبندعك كده في السمكة من فوق علشان يبقى ايه كلها متتبلة بالشكل اللي حضرتك شايفة كده لازم ندعك في بطن السمكة كده بنخلص بقى كل كمية السمك اللي معانا دي عملنا بصلتين كبار بنقطعهم جوليان ودي نفس الطومة والملح والفلفل والكمون زي اللي كنا عاملينها البطن السمكة ومعانا شوية ملح وفلفل أصمر وكمون وكسبرة تانيين علشان ندعكهم بالبصل اللي حنحطه على البطاطس لازم البصل يدعك كويس لحد ما ينزل ميته ميته دي بتدي تطعيمة وتسكيرة جميلة في صنية البطاطس بتاعتنا بندعك البصل بتاعنا كويس بعد كده بنضيفه على البطاطس وبنقلب بأكله وبنحط برضو الطوم بالتوابل اللي عليه والخل واللمون وحنحط دلوقتي الزيت كل دي حاجات وإضافات بتخلي صنية السمك بتاعتنا وصنية البطاطس بالسمك ببقى طعمها طحفة طحفة والله بقى طعمها زي السكر ما شاء الله خلص قلبنا كله مع بعضه دول أرنين فلفل بس حاميين عشان كده ما حطتش كتير علشان خطر ايه يعني الأولاد ما تبقاش الأكل حامي عليهم قوي وزعت قرنين الفلفل بس كده ودلوقتي بحط مج كبير من الميا يعني ده بمثابت كده مجين من الميا ودي ربع كباية زيت معنا بنوزعها على صنية البطاطس بتاعتنا ودي شوية خل كل الإضافات دي بتدينا في الآخر طعم جميل وطبعا السمك ده كله برضو بيبقى جواه نسب الدهون بينزل طعم السمك والدهون اللي فيه على صنية البطاطس فبتطعمها لنا وتخلي صنية البطاطس طعمها تحفى بجلد بنرس السمك بتاعنا كده زي ما حضرتك شايفان أنا دهنت زيت على شوية الأولانيين دول علشان لسه هضيف بقية السمك اللي في الصنية الصغيرة عليهم بط وهو وهحط برضو زيت على التانيين اللي حطيتهم فوق علشان ما يلزقوش في بعض فحطيت الزيت ما بينهم عازل خلاص كده عندك بقى ورق فويل بتكلفتيه وتدخليها الفرن يعني من ربع ساعة لتلت ساعة لأنهم قطعين البطاطس بتاعتنا حلقات رفيعة مش حلقات تخينة لأن السمك ما بياخدش سوى خالص في الفرن إيه رأيك بقى في صنية السمك والله كان طعمها تحفى بجد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته